دخل الجيش والاستخبارات الصهيونية في حالة إرباك غير مسبوقة بعد قنص جندي صهيوني في مدينة الخليل على يد قناص فلسطيني أجمع معظم الخبراء على حرفيته في ظل فشل الأمن الصهيوني في كشف أي خيط يؤدي إلى اعتقاله على الرغم من الحصار العسكري والمداهمات الليلية والاعتقالات المكثفة والمتواصلة منذ عدة أيام والتي طالت العشرات من سكان مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة في أعقاب مقتل جندي صهيوني برصاص قناص فلسطيني إلا أن أجهزة الاحتلال العسكرية والأمنية فشلت حتى الآن في العثور على القناص الفلسطيني وأعادت عملية قنص جندي المقاومة في الضفة إلى الواجهة مع بروز تخوفات صهيونية من توسع نطاق العمليات لتشمل مدن أخرى خاصة وأنه سبق تلك العملية عملية قتل جندي آخر في مدينة قلقيليا ويرى محللون أن انتعاش عملية المقاومة بالضفة مؤخرا أشعرت الأضواء الحمراء للكيان الصهيوني لأنها قد تحقق كابوسا يؤرقها يتعلق بتكرار السيناريو اختطاف شاليت ونقلت القناة العبرية العاشرة عن عناصر أمنية صهيونية قولها أن القناص الفلسطيني لا يزال داخل الخليل رغم الحملات الاستخبارية والعسكرية والمدهمات المتواصلة في المدينة وأفادت العديد من التحليلات الصهيونية حول عملية القنص أن منفذ الهجوم قناص محترف نجح في استغلال عنصر المفاجأة لصالحه رغم الاستفار الأمني في صفوف جيش الاحتلال بسبب احتفال المستوطنين القادمين من أرجاء الضفة الغربية بعيد العرش اليهودي في الحرم الإبراهيمي وحسب مصدر عسكري صهيوني فأن قناص الخليل أطلق رصاص يتيمة اخترقت عنق الجندي من ناحية الحنجرة لتصيبه بجراح خطيرة تؤدي إلى مقتله بعد عدة دقائق وبحسب خبير عسكري فأن قناص الخليل على درجة عالية من الحرفية باختياره قنص الجندي بطريقة لا يتم فيها العثور على الرصاصة حيث اختار القناص مكانا مفتوحا حتى تضيع فيه الرصاصة وبذلك حرم قناص الخليل المحققين من خيط مهم قد يشير إلى نوع البندقية المستخدمة بالهجوم وبحسب خبراء صهيوني فأنه يتطلب تنفيذ عملية قنص مثل التي نفذها قناص الخليل القيام بثلاث خطوات الخطوة الأولى هي جمع المعلومات المسبقة عن المكان والهدف الأنسب واللحظة الأفضل لتنفيذ الهجوم ثم الانسحاب الآمن مما يشير لأن العملية أعدت على نار هادئة